اطلع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير الأمن والشرطة بساحل حضر موت اللواء الركن سعيد علي العامري على آثار الحريق بمبنى مصلحة الهجرة والجوازات في المكلة وتعرف اللواء العامري من مدير إدارة مصلحة الهجرة والجوازات في المدينة العقيد فهمي بل كديش على حجم الآثار والأضرار التي خلفها الحريق والذي تمت السيطرة عليه وإخماده قبل أن ينتشر داخل الغرفة الخاصة بالإرشيف ووجه اللواء العامري بسرعة معالجة الأضرار وإحالة المتسبب الذي سلم نفسه إلى البحث الجنائي للتحقيق معه ومعاقبته بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأساليب التي تستهدف إدارات الدولة وخاصة المرتبطة بالمواطن إلى ذلك التقى وكيل وزارة الداخلية بأسرة وأقارب الفقيد محمد علي بارشيد الذي توفي قبل استخراج جواز سفر لغرض العلاج في الخارج وكلف اللواء العامري لجنة للتحقيق في الحادثة برئاسة النائب الأول لمدير الأمن بساحل حضر موت ونائب مدير إدارة الأمن بمديرية مدينة المكلة والمفتش العام بأمن ساحل حضر موت وممثل عن أسرة الفقيد بارشيد للتحقيق في الحادثة وسبب تأخير استخراج جواز السفر للفقيد ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم على ضوء ما توصلت إليه لجنة التحقيق